تلقى الرئيس عبدالفتاح سيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي قيس سعيد تناول اللقاء والاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تعزيزها بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد تأكيد الزعيمين على حرصهم على العمل المشترك لتطوير العلاقات كما نقش الاتصال للأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية لاستغلال الهدنة الجارية في قطاع غزة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وأكد جهود إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع وهو ما ثمنه الرئيس التونسي وقد اتفق الجانبان على أهمية العمل على الوقف الدائم لإطلاق النار والتحرك العاجل لتقديم كافة سبل الدعم لإغاثة أهالي القطاع مع السعي لتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية اشتركوا في القناة